خطة كبيرة بدأها المجتمع المدني ممثل في مؤسسة حياة كريمة والشركة المتحدة وتنسيقية شباب الأحزاب ودورهم الكبير في التوعية بترشيد الكهرباء إيه هي أهم النصائح الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل والمؤسسات ومقرات العمل ده اللي هنحاول نعرفه مع حضراتكم في الفقرة دي مع ضيوفنا الكرام دكتور علي عبدالنبي خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا ننورنا وشرفنا الدكتور ودكتور محمد سليم استشاري الطاقة المتجددة عضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة صباح الخير على حضرتك ننورنا ونبدأ مع الدكتور علي طبعا الشغل الشاغل دلوقتي بكلام عن الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء لو حابين نتكلم في البداية مع حضرتك إيه هي أبرز الإرشادات اللي ممكن أنا في البيت أو في مكان عملي يعني أمشي عليها عشان أرشد من استهلاك الطاقة الكهرباء طيب الأول حنقول إن ترشيد الطاقة دي ثقافة أو ترشيد استهلاك الطاقة ثقافة والثقافة دي لازم إحنا بنعلمها لأولادنا من الحضانة لغاية الجامعة لغاية ما تخرج عشان تبقى أسلوب حياة له نعلمها لو في البيت وفي المدارس والجامعة لهذا لازم يتعلمها وهيمشي عليها بعد كده وقانون لازم يرقبه لازم زي النهاردة احنا اتعلمنا زي نمشي على الطريق بسرعة معينة وإلا في رادار في الأول كنا إزعلانين النهاردة لازم تكيف خلاص على الوضع ده وأصبح بيمشي تبقى للسرعات المطلوبة فنفس الوضع برضو بالنسبة لترشيد الطاقة بالنسبة للبيوت مثلا ترشيد الطاقة كتير وإمكان أنا بعانيه في البيت مع أولادي يعني يعني الأوضع بنورة لازم بطفل نور ليه الأوضع غير مستخدمة التكيف يعني دي مثال مثلا جميع الأجهزة الكهربائية اللي في البيت طالما ما بتشتغلش لازم نشير للفيشة لأنها بتسعب الكهرباء يعني لو التلاجة ما بتشتغلش نشير للفيشة لأن فيه جزء من الكهرباء داخل المطور بتاع التلاجة أو المطور التكيف أو خلافه جزئين جزء دواره وجزء ثابت فيه جزء منهم عليه كهرباء مستدامة على طول اللي هي بتعمل ستارت أب كويكي ستارت أب الجزء الثاني أما تيجي تشغل بتاع تدخل الكهرباء عليها توم يدور فأنت بتمنع الجزء اللي هو عليه كهرباء دايما تشيل الفيشة هتوفر كهرباء هتوفر على الأل 20% من استهلاكك فالتكيف تفصل الفيشة التلاجة أي حاجة ما بتشتغل مروحها أي حاجة مكان طبعا التكيف قبل الصف ما يدخل بيعمله أنا التنظيف وصيانة عشان أرفع كفاقته يوم يقل استهلاك الطاقة التكيف نفسه أنا عندي في البيت بخليه 27 معظم الناس بتخليه 22 درجة ليه أنا بخليه 27 عشان أوفر ودرجة حرارة بالنسبة لي 27 كويسة فحاجات كتير في البيت حتى استهلاك الغاز يعني مثل البوتاجاز أنا بقول له عن العين نار بتبقى عالية وطلع برا للحلة مثلا ده غلط ده المفروض يا دوبك تبقى على يا دوبك على الأعر من تحت بس عشان توفير للطاقة وبتجي حرارة للجو يعني حاجات كتير في البيت لازمة إن إحنا نرشد فيها الطاقة وفي مش في البيت بس ده في المصنع وفي النادي يعني أنا هدخل النهاردة نادي الصبح ألاقي صالم الصلاة ما فيهاش حد خالص بتاعة أكل ومنورة ليه؟ 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 يعني أنا عاوز أعرف ليه؟ يعني فين الناس فين الرقابة فين الحاجات كلها؟ يعني دي حاجات غير طبيعية بعد زي ما الرئيس مجلس الوزراء قال هنقفل المحلات على الساعة عشرة ده ده مطلوب ده مطلوب لأن فيه بعد المحلات اللي ملاش لازم فتح عمالة على بطار وتستهلاك طاقة واستهلاك مكيفات كل الحاجات دي بعيدة عن ترشيد الطاقة طاقة الترشيد الطاقة هو أسلوب حياة يجب أن ينغرز جوانا ونمشي بيه ونتعامل بيه علشان نوفر حتى في تصميم البيوت النهاردة البيوت كلها فندقية السقف واطي ادخل أي بيت وسط البلد والأدام هتلاقيه مكيف في عز الحرارة مش محتاجة كيف ادخل الشقة كده مش محتاجة كيف يعني النهاردة بنبني القوة الديقة والأسقف واطيه وكله مسلح ده ايه ده يعني ايه المصمم ده اللي هو بيعمل حاجة مخالفة لطبيعتنا يعني حضرتك عايز تقول ان ترشيد الطاقة حيبقى المفروض يكون أسلوب حياة لما نيجي ننتقل لنقطة ان ترشيد الطاقة أسلوب حياة احنا يعني ابتدلنا نتعلمها مؤخرا لكن قبل كده كنا بنشتري أجهزة غير موفرة للطاقة والبيوت زي ما دلوقتي بقت بتحاول تشتري أجهزة عليها بطاقة طاقة ذكية لكن الأجهزة القديمة اللي لسه شغالة موجودة في البيوت ازاي نستخدم أجهزتنا بشكل تتبعي بشكل ما يقصرش على التحميل العام وفي نفس الوقت نبقى قادرين نحافظ على وجود الأجهزة وشغالة في بيوتنا عادي بسم الله الرحمن الرحيم في الأول يعني زي ما حضرتكو بتأكدتو على ان الترشيد هو أسلوب حياة عايزين نفرق بين حاجتين بين سلوكيات الناس وده اللي هو يعتبر ترشيد سلوكي وبين تحسين كفاءة الطاقة يعني البطاقة بتاعت الطاقة اللي بتبقى الملصق على المعدات والأجهزة ازا كانت اللاجات أو تكيفات أو غسلات فلوتوماتيكا أو أيا كان دي بطاقة بيتم لسقها بناء على أداء تحليل أداء واختبارات بتثبت أن هذه المعدة تعمل بكفاءة عالية فيبقى أول حاجة أننا عايزين نشتغل على سلوكيات ونشتغل على تحسين كفاءة الطاقة موضوع اللي قال عليه الدكتور علي أن يبقى فيه صالة منورة وما لا تستخدم هنا فيه بقى أجهزة زكية بيتم ببقى سنسور موجود بحيث أن لو القاعة فاضية تطفي الأنوار أول محدة هيدخل في القاعة تبدأ تنور ودي أعتقد تجربة وموجودة في الفنادة النهاردة ما تبقى ماشي في كوريدور في فندو ولا حاجة تلاقي اللمبة اللي قدامك تنور واللمبة اللي وراجتك في اللمبة وهكذا فالتكنولوجي لازم تستخدم إحنا ترشيد الطاقة بنتكلم فيه من أنا طبعا يعني طالع معاش من وزارة الكهرباء وعملنا العديد من البرامج على ترشيد الطاقة إلا أن بقدر ما هو سلوكيات أنت مش هتقدر يعني تحسم هذا الأمر بدون ما يبقى فيه جهة تنفزه والدولة أصدرت قانون اللي هو 87 لعام 2015 وكان محدد وواضح أن هناك مسؤول لكفاءة الطاقة ومراجعة الطاقة في المؤسسات والمظامات الكبيرة إحنا للأسف الشديد ده مش موجود مش مفاعل لم يفاعل حتى الآن ده مفروض يبقى مفاعل لأنه سيساعدني برضو المباني وكان ليه تجربة فيه طب مالش مسؤول ترشيد الطاقة في مكان ما أو مؤسسة ما إيه المهام المفروض يعملها بالضبط مراجع الطاقة ده مراجع الطاقة بيبص على كل الأجهزة اللي موجودة في المكان بتشتغل إزاي وكفائتها إيه وبالتالي يبدأ يتدخل طبعا بريبورتنج يعني لازم فيه تقارير بتتعمل وإياسات وبيتقال أو الله المعدة دي بتستهلك طاقة يعني زيادة يلا بد أن أنا أتدخل فيه والله ممكن أعملها ريبليسمنت حتى تغيير خالص لو هي أداءها سيء تمام وإحنا النهاردة في وزارة الكهرباء محطات الكهرباء بتشتغل اللي هي الأعلى كفاءة يعني بيستخدم محطات الأعلى كفاءة والمحطات الأدنى كفاءة بيحاول خرجها من الشبكة علشان يوفر الوقوت فالنهاردة الموضوع إن لم يكن هناك جهة حاسمة تتابع هذه الأمور هتبقى مشكلة لأننا دايما بنقول نتكلم لكن التنفيذ مع إن السياسات والقوانين بتوجهنا لأننا نشتغل في هذا الاتجاه لكن للأسف الشديد غير مفاعل نقطة كمان حضرتك الأجهزة اللي هي الزكية لابد أننا نستخدمها السلوكيات بتاعت الناس لازم نوعي إذا ما إحنا بنتكلم دلوقتي النهاردة هيقول يا عم الترشيد بتتكلم حتى الترشيد أصبحت كلمة ممكن يعني ما هيش لطيفة عند الناس فأنا مش هبص بس على المواطن فقط لابد أن أنا بص على المصانع والجهات محطات الكهرباء أنا كنت مسؤول في محطة كهرباء في حاجة اسمها استهلاك ذاتي للمحطة كان الاستهلاك ذاتي في هذه المحطة كان 10% 10% استهلاك ذاتي بمجرد أننا عملنا إدارة إدارة لتشغيل المعدات يعني الفنتيليشن اللي هي التهوية المراوح تفضل شغالة ليل ونهار درجة الحرارة كويسة أو مش كويسة تفضل شغالة ده بيستيلك طاقة فإحنا كنا عملنا بقى منظومة لإدارة هذا العمل وصلنا إلى 5.5% يعني أنا وفرت أكتر من 4.5% من إنتاج المحطة فدي أرقام يبقى إحنا مش هنتكلم بس على المواطن كترشيد لأ أو كمان الحكومة النهاردة الحكومة بعد ما الموظفين بيمشوا تلاقي الجهز التكييف ممكن تبقى شغالة واحد ناس المكتب بتاعه مهندس بقى المسؤول الطاقة ودي نفتح بقى باب للتعينات إن الناس دي تشتغل في المسؤولية دي وإحنا جاهزين إن إحنا نضرب الناس دي يعني بعد ما يبقى في مجموعات عمل وإحنا نفزنا ده مع الجوامع خلينا أول حتة برضو في الجامع يعني النهاردة المسؤول عن الجامع بيشغل التكييف قبل الصلاة بعشر دقايق وإحنا بنختم الصلاة بيقى في التكييف الكلام ده مكانش موجود زمان ده سلوك جديد بعد ما الناس اتدربت وفهمت بدأت توعى وتعرف إن فعلا المسؤولية مشتركة ومسؤولية مجتمعية لابد إن إحنا نتوافق مع بعض في هذا طيب لو أرجع للدكتور علي لو أنا عايز أغير من سلوكي فلازم أقدم حافز للمواطن يعني أنا أغير من سلوكي وأرشد فيه الطاقة الكهربائية ده حيؤدي إلى إيه؟ إيه العوائد والفوائد بداية بفاتورة الكهرباء أبسط حاجة جدا إن أنا لما أوفر الفاتورة مش هدفع فلوس كتير يعني إيه الحوافز اللي ممكن تقدمها للمواطنين عشان أنشر الثقافة اللي حضرتك سمتها بثقافة ترشيد الكهرباء يعني هو أول حاجة ويمكن وزارة الكهرباء عاملها الحوافز لا الشرائح الشرائح الاستهلاك يعني الشريحة اللي هي استهلاكة بسيط بتبقى المبلغ قدام الكلوات ساعة وليل والشرائح اللي هي استخدامها عالي في الكهرباء بتبقى الشرائح يعني دفع أعلى فدي أول حاجة الشرائحة الحاجة الثانية إن أنا في الحياة الترشيد الكهرباء يعني يعود على المواطن وأسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة كعملة صعبة لأن احنا بنشتري النهاردة احنا بنشتري أصبح بنشتري غاز بعدما كان عندنا وفر في الغاز بنشتري غاز وبنشتري بترول ما عندناش بترول عندنا نقص في البترول فكل ده بيعود على الدولة في العملة الصعبة بيقدر توفره نقدر عشان الدعم بعد كده في حاجات معينة زي مثل أولاً الكهرباء بيحصل لها دعم لغاية النهاردة لأن الكهرباء غالية انتجها غالي بيحصل دعم فترشيد الكهرباء انت بتدعم الناس اللي هي بتستهلك بسيط طيب أنا موفر في الطاقة أموفر في الكهرباء أو أوفر في الطاقة عموماً ده بيعود على الدولة نفسها وبعدين بيعود بعد كده الجزء منه بيعود على الراجل الفقير اللي في مصر لأنه ممكن نقدم له دعم لما تزيد الميزانية عندنا نقدر الدعم يزداد للناس الفقرة للناس اللي هي معدومة فالمستشفيات العامة يزداد الدعم بتاعها يعني المواصلات يزداد الدعم بتاعها حاجات كتير في مناحي الحياة ممكن يبقى لها ترشيد التاقة عموماً كلها كهرباء أو بشكرة لأنه كهرباء ده منتج من المصادر التاقة فترشيد التاقة هيعود على المجتمع ويعود على الدولة وسياسات الدولة والرفاهية بتاعت الشعب نفسه يعني يعني هو زي ما قلنا أسلوب حياة اللي يجب أن يتبع ويجب أن يتم تعليمه وترشيده ويجب أن يتم تقنينه ثم مرقبته يعني لازم لازم مرقبته لازم يبقى لغاية لما يبقى كل الناس خلاص وده موجود برا يعني يعني موجود برا الدول المتقدمة سبقتنا أوروبا وأمريكا يعني الدول المتقدمة بتغفل الساعة سابعة أنا بنزل الساعة سابعة ألاقي كله قافل يعني أنا برجع من الشغل يدي بحاجتي وأطلع على البيت معي كل حاجة بعد كده المحلات قافلت يعني إحنا عندنا العملية غير منضبطة صراحة يعني بالشارع يعني أنا يمكن كنت مسافر في العيد الساعة واحدة بالليل وقلت عشان يبقى الطريق فادي رئيط الطريق الصحراوي زي شرع رمسيس في عز الده يعني الناس سهرانة للنهار إيه إيه الموضوع يعني يعني الحكاية ربنا بارك فيه ربنا آه طبعا إحنا مصر دايما منوارة ودايما فيها مكان مفتوح ودايما مضيفة وبتستقبل كل الناس وينبسطوا 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 معنا وربنا يديم علينا النعر آمين يا رب إحنا في الصيف والجو حر وعايزين ممكن تأثر على الكهربا وإيه الأجهزة اللي ممكن نستغني عنها بحيث أن إحنا نقدر نوجه الفرق الطاقة ده للأجهزة اللي تقدر تساعدنا على احتمال حرارة الصيف طيب هو يعني إذا سمحتولي بس على عملية الشرايح طبعا الشرايح الكهربا فاضل أقول عليها وبعدين هرجع للإستلاكيات النهاردة في عندنا سبع شرايح في الكهربا إحنا لو استخدمنا طاقة شمسية استخدمنا طاقة شمسية عند العميل النهائي أو عند المشترك النهائي ده حيضخ كهربا الكهربا اللي هتنتجها المحطة الشمسية هتستخدم مباشرة عند المستخدم النهائي يبقى لا فيه عندي كهربا جاي طبعا هيبقى فيه بس هتبقى كمية أقل يعني كل ما أنتج من الطاقة الشمسية هقلل سحب منين من الشبكة الشبكة دي بقى قصة تانية هيبقى فيها فأد وحيبقى فيه فأد في التوزيع وفيه فأد في النقل وفيه فأد في كفاءة المحطة علشان أوفر كمية الغاز اللي دخله عليه وبالتالي أنا موضوع الطاقة الشمسية يجب أن احنا نركز فيه كويس قوي وما يبقاش يعني اختياري زي ما هو دلوقتي أو الله اللي عايز يركب محطة شمسية يقوم يروح يشوف كده استشاري خلينا نرجع لسؤالي بعدما نسأل سؤال استدراكي بقى لكلام حضرتك هل الألواح الخاصة بألتقى الشمسية هل بتدينا نتوسع في تصنيحها هل بتدينا نتعامل في مبادرات نقدر نتباحها ونقدر نستخدمها في البيوت عمل تصنيع محلي لكن للأسف يعني ما كانش يعني البروداكشن الكميات الانتاج ما كانتش كبيرة أو كافية وطبعا أثرت على وبعده التكنولوجي كل يوم بتتطور أنا لازم أحسب القيمة الاقتصادية للخلايا الشمسية أنا لو النهارده استخدمت طاقة شمسية هتوفر علي كتير وهتوفر وانا يمكن دي دراسة وقدمناها في مجلس الشورى ومنها إلى مجلس الشعب بخصوص أنك أنت الكيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية تعادل 3 كيلو وات ساعة للغاز اللي داخل للمحطة الكهرباء يبقى أنا وفرت هذه الكيميو وعملنا الدول لو قلنا 200 200 أسرع كل أسرع عندها 10 كيلو وتركب 10 كيلو ده بيعمل لي تقريبا حوالي مليون بي تيو توفير في الطاقة فمهم ما أوش عارفين قيمة الوحدات دي لكن لو حدركت قولنا ده قيمة مثلا يتكهرباء تمشي البيت لمدة قدقية النهاردة النهاردة أنا لما باجي أشتري هون لازم أحفز برضو يعني ما يجي أركب طاقة شمسية ممكن المشترك ما يقدرش والله يقولك لها دي محطة مثلا 850 ألف 200 ألف أجيبهم منين فالنهاردة مجلس الشعب أصدر أظن توصيات بإني ممكن يتم استخدام قروض من البنك بـ 0 interest rate بدون فايدة تقريبا الحاجة التانية إن أنا الحاجة دي ممكن أديها بحافز لأن أنا وفرت وقود كمية الوفر اللي أنا وفرته ياريت أشجع بي المواطن علشان أركب الطاقة الشمسية لو رجعنا مرة تاني جوة بيوتنا ده سؤال بيسأله كل الناس دلوقتي الكهرباء قطعت لفترة معينة أول ما الكهرباء ترجع حل مباشرة أوصل الأجهزة الكهربائية ده إجراء سليم ولا إجراء خاطئ إزاي أتعامل حتى مع الأجهزة الموجودة عندي في البيت بعد فاصلة انقطاع الكهرباء أرجع تاني لنفس السؤال فعلا يفترض فيه خوف خوف أن حاجات تنووز أروح أنزل مفاتيح باستثناء مفتاح للإنار عندي يعني مفاتيح البيت أنزلها علشان ما تيجي الكهرباء بيسموها راش كارنت كهرباء على طول لو الأجهزة كلها محملة تقوم تدخل على الشبكة ممكن يعني يبقى فيه مطور تلاجة مثلا ممكن ما يقومش يقوم يحصل أوفرلود أو ممكن يحصل له مشكلة يعني أنا أفتح بس مفتاح الإنارة بس خلي عندي مفتاح الإنارة ولام بقى لام بعرف المفتاح بتاعها بينور الأول ما حتيجي الكهرباء بقى بص عليها كده أقوم إيه أبدأ أدخل الأجهزة بتاعتي واحدة الكلام ده بيدخل في محطات التوزيع في السويتش جيرز بتاعت التوزيع هو النهار ده ما بيجي يدخل ما بيدخلش مرة واحدة برضو بيدخل بالتدريج فمهم جدا إن أنا يعني أحافظ على الحتة دي السؤال برضو إيه الأجهزة سخان المية سخان المية اللي متوصل في الفيشة لو فيه اللي موجود اللي هو البلف عدم الرجوع اللي موجود على السخان لو فيه مفوت لمواخذة يعني أو فيه لكيش تمام ده بيسخن الدايرة وبيطلع المية اللي موجودة عنده سخنة اللي اللي فوق يعني أنت بتدفع الكهرباء بتدفع ثمن الكهرباء وهو بيسخن لحد تاني فأنت ما تشغلش سخان الكهرباء إلا لما تكون عايزه يعني قبلها بنص ساعة غير كده يبقى تفصله نفس الأجهزة طبعا هم قال يعني أنا حتة الكميات والطاقة المستهلكة للأجهزة الأخرى أثناء ما هي أوف يعني مثلا الشاشة ممكن بتستهلك لكن مش بالنسبة الكبيرة اللي احنا يعني متعارف عليها لأ ده يعني ممكن نفصل بقى جهاز تكيف وده سويتش يعني جهاز تكيف بنزل مفتاح لتاعت خلاص تيجي الكهرباء وشفت اللامبة نورت ومرافع المين سويتش ده وبعدين أشغل الجهاز تكيف واظبط درجة الحرارة زي ما قال دكتور علي سبعة وعشرين ستة وعشرين خمسة وعشرين بس مش قل من كده تمام عندي كمان مطور المية مواتير المية المية لو أنا عندي سفون بيعمل يعني تسريب دي وانا في الدور مثلا العاشر أو غيره دي كمية كهرباء انت ما انتش شايفها لأن في محطة مية بتضخ المية اللي عند حضرتك فوق بتستخدم الطاقة كهربائية فكل ما الناس بيبقى فيه إصراف في المية يبقى برضو فيه إصراف في الكهرباء فالمنظومة كاملة لازم يبقى لايف ستايل لازم يبقى منهج حياة ان احنا نتعامل مع الطاقة الكهربائية والغاز والمية بطريقة كفاء وطريقة اقتصادية علشان نوفر الوقود ونوفر الطاقة الكهربائية اخذ من كلام حضرتك دكتور واروح لحضرتك دكتور علي زي ما كان دكتور محمد بيكلم على ان احنا المفروض يبقى عندنا لايف ستايل او طريقة نتعامل بيها مع كل الحاجات اللي موجودة في البيت احنا الاجهزة اللي نقدر نتعامل بيها وتكون صديقة للبيئة او موفرة للطاقة ايه هي الاجهزة دي وازاي اجهزتنا اللي موجودة في البيت القديمة ما نرميهاش يعني ونقدر نخليها اقرب ما تكون صديقة للبيئة واقرب ما تكون موفرة للطاقة لا انا بس عاوز اتكلم على موضوع الطاقة الشمسية يعني موضوع الطاقة الشمسية بس أنا عايز أتكلم عن الأجهزة وبعد حضرتك نتكلم عن الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية والطاقة النهوية الطاقة الشمسية كهرودوية اللي هي الألواح والطاقة النهوية هو الاتجاه العالمي في استخدام الطاقة وتوليد الكهرباء ده الاتجاه العالمي وإحنا مواكبين هذا الموضوع يعني تلاحظ أن إحنا شغالين في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح طاقة متجددة يعني وطاقة النهوية عندنا في الضبعة طاقة النهوية ودي وزارة الكهرباء حتى الخطة بحيث أن الطاقة النظيفة اللي هي طاقة شمسية وطاقة رياح وطاقة متجددة دي تبقى 42% من الانتاج سنة 35 طب الطاقة الشمسية أولا الطاقة الشمسية إحنا لازم نصنع طالما هي الاتجال العالمي وإحنا دولة مشمسة شمس عندنا يعني ما شاء الله فلازم نصنع الخلايا الكهرى الضوائية في مصر إحنا عندنا الرملة البيضة والرملة البيضة بتبعه برخص التراب فلازم يتم تصنيع الخلايا الضوائية في مصر بدلا ما الصين تبقى الرائدة في صناعة الخلايا الكهرى الضوائية مصر هي تبقى الرائدة في صناعة الخلايا الكهرى الضوائية وبالتالي ممكن نعمل دعم للخلايا الكهرى الضوائية بحيث أنها تدخل المنازل وتدخل المصانع ونعملها دعم بحيث أن دي أسلوب حياة معنا في الطاقة الشمسية ممكن نعمل خلايا الكهرى الضوائية وممكن نعمل المرياض برضو بالرملة البيضة لأن فيه محطات الطاقة شمسية حرارية بشغل بالمرياض. جب. فبالنسبة للأجهزة. الأجهزة اللي هي مؤمة للبيئة. الحاجة الوحيدة اللي في البيت بتبقى البوتاكاز. لأن البوتاكاز بيطلع سنك سود الكربون. ده الحاجة الوحيدة اللي في البيت اللي هي. يعني ما فيش يعني التلاجة سنك حاجة بسيطة. التلوزيون يعني كلها حاجات حرارية. ما فيش حاجات إلا البوتاكاز تقريبا. التكييف برضو حاجة بسيطة يعني. فما فيش حاجة في البيت هي نقلل بصمة كربونية بتاعة البوتجاز يعني لو نقدر نقلل بصمة كربونية بتاعة البوتجاز يبقى ده إحنا نقدر نوصل إلى يعني عندنا نظافة في البيت من سنك سوية كربون كل شكر لحضراتكم وعلى كل الإرشادات نفسنا جميعا كده نشتغل عليها في بيوتنا وفي أماكن شغلنا لترشيد الكهرباء بشكر الدكتور علي عبدالنبي خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقة نورتنا وشرفتنا يا فندم دكتور محمد سليم استشار الطاقة المتجددة وعضو مجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة صباح الخير على حضرتك نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا ساعدنا بوجودنا يا جمع